بتشوف ان الراجل بيتعامل مع الست اللي بتدي كتير والواضحة طبعا طبعا ده كلام قلت وقالولي اطلعوا من البلد وقالولي اطلعوا من البلد اي علاقة اي علاقة اي علاقة حتى صداقة حتى اهلك حتى ابنك حتى اقرب الناس ليكي ده حقيق بس انا عايز اقول حاجة للناس فيش حاجة مضمونة لا بقاء الا لوجه الله سبحانه وتعالى محدش باقي محدش مضمون عادي ممكن البنياء ده من اللي انت شايفوا رجل كرسي ده في البيت او قاعد في البيت ممكن بكرة يطب يموت يسافر يقرب يلجك طب امتى الست بتقرر انها تاخد قرار خسرتك ماكسب مكسبي ما نخسرك لما تبتدي تخسر نفسها كعية تفقد الشغف في شغلها تفقد الشغف صوتك ما كانش بيطلع حضرتك صوتك ما كانش بيطلع صوتك ما كانش بيطلع انا ما كنتش قادرة عني احساسي مات كده زي عارفة بتحطي احساسك في التلاجة مش بس من هو من الوسط الفني بصراحة انا خزلت من الوسط الفني من الاعلام بشكل عام بعيدا على الاعلام المحترم فيه اعلام محترم انا عارفة انه كتير ناس هتزعل انتو كده كده زعلنين فاين فور مي وكده كده متعتم علي اعلاميا بصراحة هنتحك على بعض مفيش انا مش موجودة في معظم الايفنتز قاديني اهو خسيت ايه الحجة بني ادمى عندي اربع كليبات وعندي ألبومين وعندي تاريخ طويل عريض ما مش موجودة في الحفلات ما اعرفش انا نفسي اعرف واعرف في ايه واروح احل الموضوع حفلات في مصر ولا في دبي في كل العالم في كل انهاء العالم لا مصر مش انت موجودة في الأوبرا هو يعني مش بس مش موجودة بشكل كيف